تلاتين وصول ستة تلاتين وصول ايه؟ مالا حصل؟ مفيش مفيش ده ايه؟ استنى عمّن معقول يا شريف؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ مال كنت عايز نعمل ايه؟ ولا تعمل اي حاجة؟ يعني كان هيبقى كويس لو جرر ايه حاجة؟ الله، ما حصلش حاجة يا ابني روح تلقيتها السليمة وزي الفل وبتلعب يبقى خلاص بقى؟ تلم تدور كده وتخليك شاب لطيف لكن ازاي؟ لازم طبعا تشد عليها وتسمعها كلمتين تلاقي كان فيه ثلاثة اربعة واقفين شافوها وهي بتتهزق ثلاثة اربعة يا مفاتي ده الملايك كلها كانت تفرق كمان؟ والله انت مفتر يا اخي عايز تهزقها وديم الناس كلها ومش عايزة تزعل والله حصل بقى والله حصل بقى؟ والله انت معندك دم انت راح فين؟ على حالة قبل ما تنام قاعد بس قاعد نبقى نصلحها بوخل قاعد يا عم تقيل انت الرحمة مش كده اقولك خليك انت قاعد مين؟ انا فتح يا فاندي يا طرح حضرتك صحي ولا نايمة؟ انا الصحي يا كابتن كابتن؟ انا بس كنت عايزك في كلمة واحدة كده اه انا نزلالك النسان روهان حضرتك بالنسبان لنا مجرد شغله بس وشريف يختاروا لي المهمة دي لانه ضابط كفء ضابط زي ما الكتاب ما بيقول يعني وهو الحقيقة تصرف معاك بشكل مثالي كده او بمعنى صح انت بالنسبان له الهدف المرغوب تأمينه اوكي بس ده حتى ما اعتذرش عن اللي عمله هو شريف كل اللي كان يسيطر عليه ساعتها انه يحافز عليك ويأمنك الرجل كمان عايز يقوم بشغله عشان كده ما تستنيش منه اي اعتذر لانه عمره ما حيفكر يعتذلك والمفروض كمان انه ما يعتذلش انا اسف على فكرة عشان هزعتلك يعني في الملاهي انا اسف جدا انيسان روهان ولا اكنك سماتي مني اي حاجة خالص تعرف الواحد بالليل ساعد بيقول كلام غريب كده وعلشان اكدلك كسافيه في مفاجه علشانك انا اخذت اذن من الادارة انك تكلمي يا عمي سياتك الو الو ايوان ايو يا عمي زيك زيك انت يا حبيبتي الحمد لله زي حضرتك و ايلي بيحصل خير خير ان شاء الله بس مش حاضر اكلمك كتير دلوقتي الناس اللي عندك دول اأمن عليك مني في الوقت الحالي اسمعي يكلمونها حاضر بس انت تؤمن عليك لا انا كويس ومت اليش و احب اتصل بيك بعدين لا اله الا الله محمد رسول الله يا عاطف يا عاطف اه اغاث ايو مهم بس كانت انت محتاجة انت بني اكلم معمه ما أنا حسيتي نسيادتك نفسك تكلمة تعلموني يا عاطف بعد يزنك يا عاطف اتنين بس شوف روح شوف الله اتنين يا عاطف واحد بس يا عاطف اتنين هذا عمان يا عاطف يا عاطف يا عاطف يا عاطف يا عاطف تباهي ما عمر يا طيب يا عام هنالك مالك مالك نهنالك ماذا؟ لا أصل فيك يا سلام هل تبعيني في عينك كده؟ طب باي بقى انتي مش هتغياري؟ لا بس هروح مشوار صغير كده و باعي على طول اتبق اتبقى احمد علي استنى برد لو سمحتي حضرت الضبط كنت أسأل بس على الإجراءات علشان عين حراسة زينور نعم طب حوضح لحضرتك بس حضرتك يعني فاضي الفترة اللي جاية عايزة حراسة زينور بس خش المساعدة زيرتون نمية زيرتون نمية شريف باشا أهلا وسهلا أسعد بيه أهلا وسهلا منعور الدنيا كلها نور سيادتك أهلا وسهلا ما تفضل؟ أرجو ان ما كلش أزعقتك لا خلص شكرا شكرا سيئة باشا أهلا بيك موسيقى أنا كنت بستنيك والله يا باشا خير يا فندم؟ خير طبعا لا أبدا عشان سوء التفاهم والقصة اللي حصل بينا دي أنا كنت أتمنى يا فندم أن ما يحصلش ده في أول مقابلة بينهم بعض بس أنا عصبي عصبي شوية يعني ساعده وعنش أتحكم في عصابي حصل خير يا سعد بيه موسيقى ماذا يا عصبي؟ أنا اللي حاسب حضرتك الخبطيني هو اللي حبتلي عليكي؟ إنتي اللي ماشي واخده في وشك كده ولا كاني في حد قدامك؟ مجرية يا بيت؟ هو اللي مش عد المام ولا مش عد باكي؟ إيه؟ إيه؟ حضرتك؟ حالك أنا مجرية على فكرة يا شيربي أنا كل أصدقائي تقريبا معظمهم من عندكم من الداخلية اللي وقات ورطب كبيرة أنا مرضيتش أقولهم على اللي حصل بيننا لأني بصراحة فكرت ليت الموضوع ما يستهلش من الداخلية في تشك جد، شيء دوني 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 وقات PM hört kalau اللي طبعاً انتي هتقولي كل حاجة مش كده ولو محضر الجاهز اعتبرني مضيت على ساعتك فضل ساعتك اما سعي راجل غبي هو في حد بيأجر بلتجية اليومين دول ده موضوعبة المنزمات هو اساساً الراجل ده متخلف قبل كده تخرق مع مدرب السباحة قال ايه عشان زع عقل ابنه بس بصراحة لولا الناس اللي معاها كطورة بهدلة ايوه ايه بقى موضوع الناس اللي معاها دول دول حراسات خاصة ايوه منعرفت بس ليه لا بص انا مش حينفع اقولك اكتر من كده اصل دول محلفاني وبعدين ده انت ممكن تفضح الدنيا وتنشر الموضوع في الجورنال اللي بتشتغل فيه وبعدين ترجع تسألني عن قصة حياتي وانا اللي يسألني عن قصة حياتي ده سنتجوز لا 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 جواز ايه احنا عن اتفق اتفاق انا حتكلم ولو صح انت ما تعترضيش نور بنت البشوات محددين اقامتها ماشي مترشحة المنصب مهم ايه وزيرة يعني مش في مصر مال فيه منصب ايه يعني حاجة كده في الامم المتحدة ايه اليونسكو بس صغير عكلامي بس برضو بره ما بيحتموش خد بالكفاء انا متشاكر جدا انا شاهد ما تخفيش ولا اكنك قلتي حاجة خالص الجبان هيرت بعد ما اخذ مني كل اللي عايزه راجل اهبل قادي جور معي نام عشان ما شوكش فيه بس انا قريته والعيال كامان مستحمدوه شبقه في 8 سوان مرضو عيال فاهم يا شريف قال لك امن الدولة وفيها امر اعتقاله وشوغلادة ما حبوش ينفه ويدوره شريف باشا نا نور هان هانم عاوزة ساعتك جوه ايزاني ليه للأسف ما قلت ليش اه عاطف فوق مرساعدك للأسف يا عاطف انت مندهور مكتب بك الصبر او عمرك اصرار اه الله ما دوم يا كده انت ما يلك فيه ايه اشتركوا في القناة من غير القوة والناس اللي معانا نور اه سيادتك ممكن انتك سيئة ممكن لا و سيادتك مصرة فضل مساء الخير يا فاندم مساء نور اتنين بس يا فاندم اتنين بسا هو المطبخ منين نعم يا فاندم المطبخ هناك يا فاندم ليه مخرج على مرة ايو يا فاندم طب احنا ممكن نضع طربيزة اللي قدان طب افضل يا فاندم افضل افضل طب ايو يا فاندم كده يا فاندم كده كشف المطعم كله الوية وقت وراكيه لطريق نخلى يعني امنين كده عبد الوطا اوك هو أنتم اسمحلوك تخرجوا مع الهدف المرغوب تأمينه هذا المفروض انكم معا في كل حتة ستة وكلهم يبقوا مشاهبين زي حالة كده يعني يعني كم واحدة يعني كم واحدة ستة لا حتى ما أقصد يعني كم حالة يعني تعريباً لا تفكر و كنت بتخرج معهم طبعاً طبعاً زي ما خارجت معاك كده بصابت سهاتك اللهي طب كويس الحمد لله قصو شغرتنا دي سهاتك سهات الواحد بيبطر إعمل حاجات كده جداً مش هر بساجنه و أنت جي معاي غزب عنك؟ لا سهاتك أنا هم تتكلم عن الحالات التانية هشوف تسهاتك تطلب يه عندهم منها يا مادر عموماً لما يبقى الواحد عفوه صابت زي والدي الله رحمه بيبقى سهل ان يجيلوا تعيين في حدة مريحة بس انا حبيت الهرصات لانها فعلا شغلة مهمة جدا ياه هو انت بتحب شغلة في الدرجات ها طبعا ليه اصلك ما تكلمتش عن اي حاجة تانية للشغلة تعريبا كانت اسيادك او يعني تعريبا كل وقتك في الشغل يعني لو بتحب ولا مرتبط ولا خاطم هاته تنبيها ازاي هو انت مرتبط هو بالنسبة انه دول ارتباط من زادتك انا اصلا سوي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حمد لله لا يا اعتاخر لا 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 ما فوق الخيط ايه فتح ايه بس انا عندي صعر النهاردة طبعا المرة الجاية بقى هاته ماشي احمد رأس الله الله اه 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 مين دي دي والدتي اه اه والدتك بجد اه والله العظيم اه اعملالك ملوخية اه اه بس هترميها ام تعملها الحل شوف سيادتك احسن ملوخية ممكن تكلاف عياتك اه اخصاره احنا كنا كتير قوي مش هينفع ملوخية او كده هايبقى صعب ام ام ماما زمان كانت بتقولي المعسل شعبي اللي هو اللي هو اللي هو ام يلا بينا يلا بينا يلا مات مات كلي يا حبيبتي كلي بقى انت قعدة في القصر ده كله لوحدك بابا كان اكبر اخواته وعامي بقى لعشر سنين في لندن اما عماتي فات عايش انتي وماما كان اصلها الابنانية وملهاش اخواتي يعني انتي عايشة هنا لوحدك من غير قريب يعني يا ماما ايه على رأيك يا ابني بقى لاشنا عكلم عليها نغير الموضوع احسن الله ينور عليك شريف بقى له اسبوع مالوش سيرة غيرك راحت فين جات منين بتحب ايه زوقها ايه ما شاء الله حفزك خالص ماما عكتني عليها احسن هاي دي العيلة اه ما هو زي ما ان كانوا بيحبوا يتصوروا كلهم عبعد واضل تقريبا كان عايزين يحسوا انهم عايزوها انا برضو عندي صورة العيلة بس الوضح انهم بيعملوها علشان يا رفو كم واحد انقرد ما فكرتش تقدري الاسر وتغديم دارو شقة صغيرة كده دعيش فيها لعدك الاسر ده بالنسبالي كل حاجة لو سيبته احبقى خلص احاس ان انا من غير حد من غير تاريخ من غير ذكريات اه الذكريات طبعا مهمة كنت قرد في الملف انك كنت مخطوب مش كده؟ انا دي كانت حكاية من فترة هو كان فاكر اني عشان قعدة في قصر و تبقى الحكاية متريرة بس لما اعرف ان انا ما حلتيش غير راية رز بلابن بها قبل امو علي يا خبرويا دي تندا كده رجيم حيبوث انت بصدق التلام ده دي شعاية دي حاجة تسند القلب و تقويه ولا انت عيني زي شريف غوي اكل الشارع يعني انت تعرفيش تطبخي ولا ايه؟ لا طبعا يتندا عرف اطبخ شريف معي كويسة هي و بتعرف تطبخ يلا خلص بقى يا حبيبي يا ماما الكلام ده اشوقت يا ماما اشوقت احسن برض غليها بعد امو علي بعدين يا ماما بعدين بعدين يا حبيبي تي في بلكونة؟ اه ايه ده كله؟ هو انت ماضل؟ احنا منتمرنا على كل حاجة تقريبا اه بس ليه القلق ده كله؟ الغلطة عندنا بجون على طول يبقى لازم نبجهزين على طول صحيح انت ضربت العيال بتوع النادي ازاي؟ ايه طبعا اوي اوي افضل انت ماضلين خرجت من وراه انت ماضلين خرجت من وراه انت ماضلين خرجت من وراه ايه اه انت ماضلين خرجت من هنا ادفق انت ماضي جسول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة